العلم طريق للجنة والجنة هي ما نتمنى هيا كي نطمح في الدنيا لنحقق آمالا عليا نتعلم بحثا علميا نكتب أبحاثا بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب والطالبات أهلا وسهلا بكم في دروس مادة الرياضيات للصفة الثالث تنوي القسم الأدبي مع الأستاذ عبد عبد الكريم بخرب نبدأ الدرس الأول مبدأ العد ليكن لدينا ملعب له أربعة أبواب وأراد شخص دخول هذا الملعب من إحدى الأبواب والخروج من باب آخر فكم عرض الطرق الممكنة لذلك نلاحظ بأن الشخص له عدة طرب وهي إما أن يدخل من الباب الأول ويخرج من الباب الثاني أو الثالث أو الرابع وإما أن يدخل من الباب الثاني ويخرج من الباب الأول أو الثالث أو الرابع أو أن يدخل من الباب الثالث ويخرج من الباب الأول والثاني أو الرابع وأخيرا إما أن يدخل من الباب الرابع ويخرج من الباب الأول أو الثاني أو الثالث ثالث إذن عدد الطرق فنلاحظ أنه عدد طرق الدخول مضروبة في عدد طرق الخروج ستعطينا عدد الطرق الكلية عدد طرق الدخول أربع طرق وعدد طرق الخروج ثلاث طرق فيصبح الناتج أربعة في ثلاثة ويساوي طناعشر طريقة تعريف إذا تكونت عملية من ميم خطوة مستقلة وكان عدد طرق إجراء الخطوة الأولى نون واحد وعدد طرق إجراء الخطوة الثانية نون اثنين وعدد طرق إجراء الخطوة الثالثة نون ثلاثة وعدد طرق إجراء الخطوة الآخيرة نون ميم فإن عدد طرق الممكنة لإجراء العملية كاملة تصبح نون واحد في نون اثنين في نون ثلاثة في في إلى النون ميم نبدأ بالمثال مثال واحد يتكون مجلس إدارة إحدى المؤسسات من عشر أعضاء بكم طريقة يمكن اختيار رئيس ونائب وسكرتير وعضو للمجلس إذن عندي إدارة إحدى المؤسسات تتكون من عشر أعضاء وأردنا أن نكون مجلس لهذا المجلس يتكون من رئيس ونائب وسكرتير وعضو عدد طرق اختيار الرئيس عشر طرق وعدد طرق اختيار النائب تسع طرق وعدد طرق اختيار السكرتير ثمان طرق وعدد طرق اختيار العضو سبع طرق فحسب التعريف السابق يصبح عدد الطرق الكلية عشرة في تسعة في ثمانية في سبعة ويساوي خمسة ألف واربعين طريقة مثال اثنين كم عددا مؤلفا من ثلاثة أرقام يمكن تكوينه من المجموعة واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة في الحالتين التاليتين أولا مع التكرار وثانيا بدون تكرار نبدأ الحل أولا مع التكرار ويقصد هنا بالتكرار أي تكرار الأرقام في الخانات فعندنا خانة أحد وعشرات ومئات لأن الرقم مكون من ثلاثة أرقام فخانة الأحد خمس طرق وخانة العشرات أيضا خمس طرق وخانة المئات كذلك خمس طرق إذن عدد الطرق تصبح خمسة في خمسة في خمسة والناتج مئة وخمسة وعشرين طريقة ثانيا بدون تكرار ويقصد به عدد تكرار الأرقام في الخانات أحد عشرات مئات نبدأ بالأحد عندي خمس طرق لأنه عندي المجموعة مكونة من خمسة أرقام أما العشرات تصبح أربع طرق والمئات تصبح ثلاث طرق إذن عدد الطرق تساوي خمسة في أربعة في ثلاثة والناتج ستين طريقة إذن عدد الطرق تساوي خمسة في أربعة في ثلاثة والناتج ستين طريقة المثال الثالث كم عددا مؤلفا من ثلاثة أرقام يمكن تكوينه من المجموعة 0 1 2 3 4 المثال الثلاثة كم عددا مؤلفا من ثلاثة أرقام يمكن تكوينه من المجموعة 0 1 2 3 في الحالتين التاليتين أولا مع التكرار وثانيا بدون تكرار لاحظنا المجموعة دخل فيها الرقم صفر فنبدأ أولا مع التكرار عندي أحد عشرات مئات سنبدأ بملأ خانة المئات لأن الرقم صفر لا يمكن أن يكون في الخانة الأخيرة وهي خانة المئات ستصبح خانة المئات ثلاث طرق نرجع الآن إما إلى خانة الأحد أو خانة العشرات تصبح الأحد أربع طرق والعشرات أيضا أربع طرق إذن عدد الطرق تصبح أربعة في أربعة في ثلاثة والناتج ثمانية واربعين طريقة ثانيا بدون تكرار أي بدون تكرار الأرقام نفسه سنبدأ بملأ خانة المئات لوجود الصفر لأنه لا يمكن أن يكون الصفر في الخانة الأخيرة إذن المئات تصبح ثلاث طرق نرجع الآن إما إلى خانة الأحد أو إلى خانة العشرات خانة الأحد أصبحت ثلاث طرق وخانة العشرات أصبحت طريقتان إذن عدد الطرق ثلاثة في اثنين في ثلاثة والناتج طمانة عشر طريقة مثال أربعة من المجموعة واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة كم عددا يمكن تكوينه من ثلاثة أرقام مختلفة ويكون أكبر من ثلاثمائة لاحظنا أنه ذكر كلمة مختلفة بمعنى أنه سنبدأ حل المسألة بدون تكرار وأيضا عندي شرط أنه يكون العدد أكبر من ثلاثمائة بمعنى أنه في الحل سنبدأ بملأ خانة المئات ثم نرجع للخانات الأخرى خانة المئات إما أن يكون الرقم ثلاثة أو أربعة أو خمسة في هذا الحال ستصبح المئات ثلاث طرق نرجع الآن إما إلى الأحاد أو إلى العشرات الأحاد أربع طرق والعشرات ثلاث طرق إذن عدد الطرق ستصبح أربعة في ثلاثة في ثلاثة والناتج ستة وثلاثين طريقة مضروب العدد مضروب العدد مضروب نون عبارة عن نون في نون ناقص واحد في نون ناقص اثنين في نون ناقص ثلاثة في في إلى أن نوصل إلى الرقم واحد حيث نون ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية فمثلا مضروب أربعة فهو عبارة عن حاصل ضرب عدة أرقام تبدأ من نفس الرقم وتتناقص بمقدار واحد إلى العدد الصحيح واحد فيصبح مضروب الأربعة أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد والناتج أربعة وعشرين مثلا مثال آخر مضروب الثلاثة مثال آخر مضروب الثلاثة يصبح ثلاثة في اثنين في واحد والناتج ستة مضروب الواحد يساوي واحد وكذلك مضروب الصفر أيضا واحد مثال 5 أحسب قيمة ما يلي 1 مضروبة 6 نحن قلنا أن مضروبة العدد هو عبارة عن حاصل ضرب عدة أعداد تبدأ من نفس العدد وتتناقص بمقدار 1 إلى العدد الصحيح 1 فيصبح مضروبة 6 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1 وحاصل ضرب هذه الأعداد 72 2 مضروبة 4 زايد مضروبة 2 لاحظوا أن مضروبة 4 زايد مضروبة 2 لا يساوي مضروبة 6 لا يمكن أن نجمع مضروبة زايد مضروبة إذن النات يصبح مضروبة 4 عبارة عن 4 في 3 في مضروبة 2 إذن ممكن أن نخرج العدد من داخل المضروب وداخل المضروب ينقص 1 إذن 4 لما ننزله خارج المضروب يصبح 4 داخل المضروب يصبح 3 ولو نزلنا 3 أيضا يصبح داخل المضروب 2 إذن مضروب 4 زايد مضروب 2 سيصبح 4 في 3 في مضروب 2 زايد مضروب 2 4 في 3 في 12 في مضروب 2 زايد مضروب 2 نستخرج مضروب 2 عامل مشترك يصبح 12 زايد 1 لـ 13 في مضروب 2 مضروب 2 عبارة عن 2 في 1 فتصبح الناتج 13 في 2 في 1 والناتج 26 رقم 3 مضروب 4 في مضروب 3 على مضروب 6 لا يمكن أن نختصر مضروب 3 مع مضروب 6 فيتم عمل هنا يصبح العمل مضروب 4 في مضروب 3 مضروب 6 هو عبارة عن 6 في 5 في مضروب 4 نختصر مضروب 4 مع مضروب 4 يصبح الناتج مضروب 3 مقسوماً على 6 في 5 مضروب 3 هو عبارة عن 3 في 2 في 1 والمقام 6 في 5 3 في 2 في 6 تقصر مع 6 يصبح الناتج 1 على 5 مثال 6 أوجد قيمة نون فيما يلي رقم 1 2 في مضروب نون يساوي 240 نطلوب مني هنا أن نوجد قيمة نون نبدأ الحل 2 في مضروب نون يساوي 240 فنبدأ بالقسمة على 2 يصبح مضروب نون يساوي 120 240 قسمة 2 ب120 120 هي عبارة عن حاصل ضرب 1 في 2 في 3 في 4 في 5 إذن هنا عملية ترتيب للأرقام 1 في 2 في 3 في 4 في 5 وهذا يعتبر مضروب 5 إذن مضروب نون يساوي مضروب 5 ودائماً أي مضروب يساوي مضروب آخر فداخل المضروب الأول يساوي ما هو داخل المضروب الثاني إذن نستنتج من هنا أن نون تساوي 5 الفرع الثاني في المثال السادس مضروب نون ناقص 2 يساوي مضروب 6 إذن مضروب نون ناقص 2 يساوي مضروب 6 نلاحظ أنه 6 هي عبارة عن حاصل ضرب 1 في 2 في 3 وهذا يعني مضروب الثلاثة إذن مضروب نون ناقص 2 يساوي مضروب الثلاثة مثل ما عملنا يصبح هنا نون ناقص 2 يساوي ثلاثة محول الثلاثة للطرف الآخر يصبح نون يساوي خمسة شكراً على حسن مشاهدتكم وإستماعكم ولنا لقاء آخر في حلقة قادمة معكم الأستاذ أبل عبد الكريم بخريبة مدرس مادة الرياضيات للصفوف الثانوية اشتركوا في القناة